أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد ديين حرص الوزارة على وضع مكافحة المخدرات وحماية الشباب من مخاطرها وأضرارها على رأس أولوياتها ونقلت دارة الإعلام الأمن في وزارة الداخلية عن اللواء ديين قوله في بيان صحفي اليوم إن الوزارة وضعت خطة تعتمد على فكر متطور وأسلوب علم لمكافحة جرائم المخدرات بأنواعها وأوضح أن الخطة تتكون من استراتيجية أمنية ذات اتجاهين لمحاربة جريمة المخدرات والوقاية الأولى يقوم على خفض العرض من خلال تكثيف الأجهزة الأمنية لمكافحة كل طرق تهريب وترويج المخدرات والاتجاربها فيما يتمثل الاتجاه الثاني في خفض الطلب على المخدرات من خلال التحصين الوقائي لكل أفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم وتوفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان